مرحبا بكم أصدقائي سنتطرق في درسي اليوم إلى الأسطوان القائمة سنتعرف عن الأسطوان القائمة بعد ذلك سنتعرف عن نشر للأسطوان القائمة ونشر الموشور القائمة إذن نبدأ درسنا بالتعرف عن الأسطوان القائمة هذه أسطوانة قائمة إذن ما هو تعريف الأسطوان القائمة؟ إذن الشكل الجانبه يمثل أسطوان قائمة القاعدتان عبارة عن قرصان قابلان للتطابق المسافة بين مركزي القاعدتين تسمى ارتفاع الأسطوان إذن تتكون الأسطوان من قاعدتين على شكل قرصين قابلان للتطابق ويفصل بين القاعدتين ارتفاع المسافة التي تربط بين القاعدة العلوية والقاعدة السفلية هي ما نسميها بالارتفاع كما هو مبين في الشكل الجانبه إذن عندنا القاعدتان وعندنا الارتفاع أبي هو ارتفاع الأسطوانة وأدي والسب شعاعان في الأسطوانة شعاع قرصي الأسطوانة ننتقل الآن إلى نشر الموشور القائم والأسطوانة القائمة نشر الموشور القائم إذن هذا موشور قائم قاعدته على شكل متلت كما نلاحظ في الشكل فهذا هو النشر للموشور القائم هذا موشور قائم آخر لكن هذه المرة قاعدته على شكل مستطيل إذن عندما ننشر الموشور القائم يكون نشره على الشكل التالي كما هو مبين في الرسم التالي وعندنا هنا موشور آخر وهو موشور قائم قاعدته على شكل مرابع إذن وهو ما نسميه بيع المكاعب عند نشره يصبح النشر على الشكل التالي ننتقل الآن إلى نشر الأسطوانة القائمة إذن نشر الأسطوانة القائمة يكون على الشكل التالي كما قلنا بأن قاعدتها الأسطوانة القائمة على شكل قرصين قابلين للتطابق قرص علوي وقرص سفلي إذن هذا هو نشر الأسطوانة القائمة ننتقل للتعرف على إذن هذا موشور قائم قاعدة حساب حجم الموشور القائم إذن لحساب حجم الموشور القائم فإننا نضرب مساحة القاعدة في الارتفاع يعني مساحة المتلت في الارتفاع لأن المتلت هو قاعدة الموشور القائم أما المساحة الجانبية فهي محيط القاعدة مضروب في الارتفاع وهو ما يعني محيط المتلت مضروب في ارتفاع الموشور القائم إذن بالنسبة للموشور القائم الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع و المساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع على حسب شكل القاعدة إذا كان شكل القاعدة متلت فإن الحجم يكون مساحة المتلت في الارتفاع إذا كان مربع كذلك مساحة المربع في الارتفاع إذا كان مستطيل مساحة المستطيل في الارتفاع إذن هذه هي قاعدة حساب حجم و المساحة الجانبية للمؤشر القائم الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع ونرموز لها بالرمز التالي V تساوي B في هاش V هي رمز الحجم B نرموز لها لمساحة القاعدة في B و هاش هو الارتفاع الأسطوان القائمة هذه أسطوانة قائمة V تساوي B في هاش يعني الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع ونعلم أن قاعدة الأسطوانة هي على شكل قرص إذن مساحة القرص هي 3.14 في R أسئتنان R هو الشعاع مضروف هو الشعاع أسئتنان إذن وتصبح القاعدة على الشكل التالي حجم الأسطوان القاعدة يساوي 3.14 مضروف في الشعاع أسئتنان مضروف في الارتفاع B هي 3.14 في R أسئتنان هي مساحة القاعدة وهنا القاعدة هي القرص إذن مساحة القرص مضروبة في الارتفاع إذن إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا شكرا على تتبعكم وانتباهكم وإلى اللقاء في درس قادم شكرا للمتابعة وحسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة شكرا للمشاهدة